وتفصيلاً لهذه التحركات معنا من طرابلس مراسل تلفزيون العربي عبد الناصر خالد عبد الناصر إذن ألت بيبا في قطر واجتماعات أيضاً تركز على الشأن الليبي وأيضاً اجتماعات جنيف تفاصيل هذا وذاك من فضلك ربما نبدأ بالإجابة على الشطر الثاني من السؤال هي اجتماعات اللجنة العسكرية 5 زائد 5 في جنيف هناك تكتم كبير على اليوم الثاني من هذه الاجتماعات ربما هذا يعود للملف الأبرز على طاولة هذه الاجتماعات ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب هناك تخوف من أن تقوم اللجنة فعلياً بتحديد موعد زمني جديد غير الذي أقرته اللجنة في اجتماعات سابقة ولم تفي به الدول المتداخلة والتي من ورائها المرتزقة والمقاتلين الأجانب وبالتالي هناك تخوف من أن يتم تحديد موعد آخر وأن لا تفي هذه الدول بهذا الموعد الجديد ربما هذا التكتم يعود لهذه النقطة التي يحاول الجميع التوصل إلى تفاهمات مع هذه الدول على موعد فعلي وزمني ومحدد من أن يتم من خلاله سحب جميع المرتزقة وأيضاً المقاتلين الأجانب هذا ربما يعكس حتى مقاله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يانكوبيتش إلى ليبيا والذي قال في كلمة وجهها إلى أعضاء اللجنة العسكرية 5 زائد 5 حين قال أن مهمتكم لها تأثير بالغ ومباشر على مجمل التطورات في ليبيا وعلى أيضاً على سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها وقال بأن هذا الاجتماع يدرك الجميع أهميته وأضاف بأنه يدرك الجميع إذا ما تمكنت اللجنة العسكرية 5 زائد 5 من التوافق والاتفاق وبأنهم سيرسلون رسالة واضحة هكذا قال ليس إلى القادة العسكريين والعفوان السياسيين في البلاد وإلى المؤسسات في الدولة وإنما رسالة أمل إلى الشعب بأنه يمكن إحراز تقدم ويمكن أيضاً المضي بالانتخابات التي يتوقع أن تحدث تغييراً في المشهد السياسي الليبي وأن تبعد شبح الحرب عن الليبيين ربما هذا ما عبر عنه الأمين المبعوث الخاص وبالتالي هذا أيضاً يعكس الصورة هنا في ليبيا فعلاً الجميع يترقب بحذر ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة العسكرية في هذا الجانب بالذات الذي يمكن أن يؤثر على سير الانتخابات خاصة وأن هناك تعثر فيما يتعلق بالانتخابات في عملية إقرار القاعدة الدستورية التي لا تزال تثير الجدل بين الأطراف الليبية بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان من جهة وبين المجلسين من جهة والمجلس الرئاسي من جهة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات فيما يتعلق بزيارة رئيس الحكومة عبد الحميد البيبة إلى الدوحة ربما ستتركز على إعادة أفاق التعاون المشترك بين الدوحة والترابلس وأيضا ربما مشاركة الدوحة بشكل أساسي فيما يتعلق بملف الإعمار إعادة الإعمار في ليبيا هذه الزيارة ستتركز على مشاركة الشركات القطرية في إعادة الإعمار في ليبيا خاصة أن ليبيا الآن ربما تتجه هذا الجانب وهذا المجال بشكل كبير وربما يتزامن ذلك مع دعوة الحكومة للدول العربية والإقليمية إلى ضرورة المشاركة في إعادة إعمار ليبيا خاصة أنها ستتزامن هذه الخطة مع الاستحقاق الانتخابي الذي يؤمل أن يؤدي فعلا إلى مرحلة مهمة مستقرة في ليبيا شكرا جزيلا لك من طرابلس مراسل تلفزيون العربي عبد الناصر خالد